وقال إن فيه لغات للحب خمسة من أكتر الحاجات اللي بيبان فيها إن فيه اختلاف للغات واختلاف لطبع المرأة عن طبع الرجل التعبير عن الحب وفي الكتاب ده اللي قال لغات الحب الخمسة بيقول إن فيه لغات خمسة للحب أولها كلمات التشجيع إن الكلام الحلو اللي يخلي الواحد يحس إن هو بطل أو إن هي تحس إن هي الأميرة اللي مفيش حد زيها تاني حاجة تبادل الهدايا تهادو تحبو تالت حاجة العمال الخدمية تعمل له أكل حلوة تساعد وتكويل وهو يجيب لها الحاجة اللي محتاجاها العمال الخدمية وفي الغالب دي حاجات بيهتم بيها الطرفين على حساب الحاجات التانية الرابع التلامس أو الاتصال الجسدي الخامس الكواليتي تايم جودة الوقت الخامس حاجات دولة لما نجي نبص لهم نلاقي إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا إن اللغات دي مش لغات وقتية ده حاجات بنعيشها طول الوقت في الحياة شوف رسول الله عليه وسلم لما يدي وقت خاص للسيدة عائشة بس يدي لها وقت بقى مليان حب مليان شغف في إيه اللي حاصل؟ فيسمعها لغاية ما تخلص الحكاية بتاعتها ويسابقها يخليها تتفرج على لاحب الأحباش وفي ده كله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيخليها إيه؟ بيخليها تعمل الحاجات اللي بتسعدها فيديها وقت مليء بالتركيز ومليء بالاهتمام أحيانا الزوجة بتشوف أن النموذج والمعايير في كلام الزوج فتعرف أن لازم يبقى فيه ضوابط ولازم يبقى فيه معايير فمثلاً لو شافها مش حلوة تشك في نفسها فهو لازم يقولها كلام حلو وتشوف أنه مش حلوة فهو لازم يقولها كلام حلوة عشان تقدر تحافظ على وجودها تقدر تحافظ على أمانها فلوه ما قلاش كلام حلو بتحس أنه مش أنزة بتحس بالتهديد يبقى هي محتاجة كلام حلو واحدة بتتكلم عن لغات الحب لازم كمان نفكر ونميز بين أنواع متعددة من الحب احنا عندنا أنواع كتيرة من الحب منه مثلاً حب التملك على فكرة فيه نوع من الحب اسمه حب الحب يعني إيه اللي حاصل يعني أنا بحب حالة نفسها حالة الحب بس فيه حب اسمه حب التملك وحيانا بيكون حب التملك ده متبادل هو عايز تبقى هي بتاعته وهو عايز كمان أن هي تبقى بتاعته هي عايزها يبقى بتاعها كمان كل واحد عايز يملك التاني فمن العبارات اللي أنت ممكن تسمعها وما تبقاش مركز أن هي ممكن تفضي بنا إلى حب التملك أنت بتاعي أنا ما حدش يقرب منك ويقول لها أنت ملكي كل الكلام ده بيخلي التعبير عن الحب ما يوصلش لنتيجته ولازم نكون احنا منتبهين لحكاية حب التملك ده لأنه بيفسد التعبير عن الحب يبقى إذن كل الحكاية دي لازم نرعيها لازم نرعيها بشكل واضح احنا مش بنقول للشخص أني لما زوجتك ما تتعملش معاك بحب التملك أن أنت يبقى عندك أنت انطلاق بقى في وسط النساء لا لا خالص ما قلناش كده ولا يبقى لك علاقات في خارج إطار الزواج ولا أن أنت ما تملكش زوجتك فزوجتك كمان تبتدي ما تمرس الطاعة النبيلة في البيت لا ما حدش قال كده خالص بس عنا قصدنا أن كل واحد يبقى حاسس أنه هو بيعيش مرتاح من غير ما التاني يملكه ويعيش بطريقة مرضية يبقى احنا لازم نفهم كده بشكل واضح ترجمة نانسي قنقر